نبدأ بحيث ومنتهين النهاردة مطشين ومطش الأهلي والزمالك الزمالك مع البنك الأهلي والأهلي مع غزل المحالة بس نبدأ بالزمالك ببقى إنه لكيات المباراة الأولى النهاردة رأيك إيه فأداء الزمالك وده فهي بريده بمجموعة من الشباب خلوا الزمالك كمان يتحسن كثيراً بسه كريم في حاجة في دماغ الراجل ده بيقرأ الملعب الشروط الأولاني بطريقة وبيعمل سيناريو شروط تاني مختلف تماماً صحيح يعني عايزة تقول محاضرة الشروط الأولاني محاضرة جس نبض زائية مدير فاني محاضرة الشروط تاني واحد عارف كل صغارات الخصم وبيبتدي يبني عليها بإمكانيات لعيبته صحيح أما يكون أي لعيب فينا كريمة هو موجود ويكون أحمد ياسين سير دباك بنك الأهلي في أول كرة تواجدت في مباراة الناد الأهلي وعملها يوسف ابن كابتن أسامة صحيح هي نفس المواصفات أنت قلت في إحنا قاعدين في الإصطراحة سيف الجزيري كافئ فرير صح هي القاعدة ليه؟ القاعدة المالياب ماتشو الزمالك وعمر السعيد هو قاعد ليه؟ أنا وديتك دلوقتي أما تيجي تسافر عشان المنتخب أنت هداف هو الليجوان اللي أنت بتجيبها دي بتفوقك كافرود لأ بتحطك في حتة تانية خارج صحيح أنت بتكافئ مدير فني أنك أنت أما غيرك أجدت صحيح والمدير الفني بيتكافئ بفكره أنه هو اختار الوقت المناسب اللي ينزلك فيه كل واحد فيهم اختار الجزء اللي ينجح فيه بس الرجل ده يعني تعلى بمكار بهادي بيعرف مجردات المباراة يختصر منها اللي هو عايزه ما فيش مدير فني عنده الزكاء اللي في مباراة النادي الأهلي في الوقت اللي هو محتاج يهاجم أو يقفل الجيم ينزل الشكبالة يغير محتوى المباراة بأسلوب معاين صحيح وبعد كده الصغيرين صح كابتا الكريم أنا احترام جدا المدرب اللي بيعرف يقع المباراة مش بس المدرب اللي يعرف يحط تاكتك وتشكيل للمباراة المباراة لها ظروف وانت راجل اللي اشتغلت مع جهزة فرنية وانت عارف وكلاعب كمان المباراة ممكن يبقى فيها متغيرات تبقى انت بذلك الحاجة معينة وتحصل في المباراة متغيرات فانت تبقى مدرب بره عارف تغير من الوضع ده عمل في مباراتنا على التوالي المباراة الاهلي ومباراة اليوم قبل البنك الاهلي صحيح يمكن كابتن عمر اتكلم واتكلم عن تغيراته لكن قبل التغيرات لا أنا شاف الزمالك شكل كويس يعني رغم النهاردة البنك الاهلي خلي بالك من الفرقة كويسة جدا ويمكن أنا شوفتهم في الملعب عن قرب فرقة بتدفع كابتن عمر بطريقة ليه عارف انت تزهق لأنه دايما قفلك عمك الملعب يعني النهاردة البنك الاهلي كل خطورة الزمالك قبل بينزل سيف الدين جزير لأن الزمالك طبعا ما كانش بدء برأس حربة أو أوباما ما يعتبرش رأس حربة صريحة اللي هو بتاع صندوق يعني فكل خطورة الزمالك النهاردة من على الإجناد كان كروس يميل أو شمال وشوفنا خطورة نهارة الزمالك بيضيع كتير جدا بلغة الكرة اللي بيضيع بيستقبل فعلا جي في هدف لكن اللي عجبت في نهارة الزمالك كابتن عمر الشخصية أني أنت قادرت ترجع كان لازم أقول أول حاجة لازم أقولها النسيتها طبعا أن أنا بشفك على لعبة نهارة الزمالك أنت بتتكلم على فريق منهج حرفيا النهاردة سبع إصابات أو سبع غيابات بش موجودين ماتش الأهلي بيتضاف لهم عبغاني يبقوا تمانية فأنت بتضطر تلعب النشئين وقايمة أصلا ضئيلة لسه جاي فيها دي طبعا أنت من البداية أصلا كمان عندك قايمة ما ضفتش لها حد فعشان كي قلت فريق منهج